اليوم راح نقرأ توقعات برج الثور العامل اللي طبعا تشمل الصعيد العملي الصحيد الصحي والعائلي والعاطفي مع التركيز شوية على الصعيد العاطفي لان هو اكثر صعيد مهم عدكم وايضا الطاقة العامل هذا الشهر وطاقتك انت يا برج الثور الحالية قبل ما نبدي نقرأ التوقعات سووا اللايك اذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة اذا شنتم مش تتركين وتركوا لي اراءكم وبخانة التعليقات واذا حابين انو اسوي لكم فيديو معين اختر كارت قرأة اختر كارت او اختر حرف فكتبوا لي بخانة التعليقات انا راح اقرأ ان شاء الله التعليقات واسوي لكم الفيديو اللي اكثر عدد يطلبه خلونا نبلش بتوقعات برج الثور نبلش بطاقتك العامة يا برج الثور طبعا طاقتك العامة هي طاقة برجك اساسا اشوف انو انت بالفترة الحالية عندك طاقة اعناد شوية اكو عناد مسيطرة عليك تماما طبعا القراءة العاطفية ممكن تكون عكسية فممكن تكون انت يعني السيناريو اللي راح اقرأ ممكن ينطبق عليك تكون انت اللي يمسوي بالشرك او ممكن يكون عكسي الشرك هو اللي يمسوي بيك انتو ادره حبيت اقولكم هاي الملاحظة حتى لا تقولون انو القراءة عكسية وممكن الشرك يكون هو اللي معند عموما اشوف انو الطاقة العامة اليك يا برج الثور انت حاليا عندك طاقة تعناد كلش عالية انت معاند بالفترة الحالية وهي شخص ممكن يكون الشريك بالرغم من انو انت اشوف امراقبة على التواصل الاجتماعي ممكن يكون هو ايضا مراقبك بس على الاغلب انت اللي امراقب هذا الشخص حاليا على التواصل الاجتماعي بس انت معند ومصر انو انت ما تاخذ خطوة اتجاهه او حتى في حال هو اخذ خطوة اتجاهك انت ايضا رافض انو انت تبين لمشاعرك رغم انو انت امراقبة حاليا على التواصل الاجتماعي خطوة بخطوة ممكن من فيك اكاونت. الشخص اللي وراك اللي ممكن يكون شركك العاطفي طبعا اشوف انه هو حاليا ايضا اكو طاقة مراقبة بيناتكم. هو ايضا يريد يجي يتواصل وياك. ياخد خطوة تجاهك لكن هو متردد وخائف من الرفض. اشوف انه انت عندك ممكن هذا الشخص اجحت شوياك سابقا ولكن انت رفضته. هذا الشخص عنده نوعا ما خوف من انه هو يجي يعتذر منك وانت ترفض اعتذاره. هذا الشخص طبعا من الماضي. اكو بينك وبين ذكريات هواية. هذا الشخص حاليا يشتاق لك هواية. ده يفكر بك هواية وده يتذكر الذكريات الحلوة اللي كانت بينكم سابقا بالماضي. بس نوعا ما اكو عنده تردد او تخوف انه هو يتخذ خطوة حاليا اتجاهك. نفس الوقت اشوف انه انت ممكن تكون ايضا انت متخوف انه تنطي هذي الشخص فرصة ثانية. لها سبب انت معاند. ما معقول انت معاند بدون سبب اكيد. هس حتينا الطاقة العامة خلونا حاليا نتحول الى القراءة. على الصعيد العملي نبدأ بالصعيد العملي. بعض الناس يكون عندهم مهم الصعيد العملي. اشوف على الصعيد العملي امورك يا برج الثور. خلال هاي الفترة او حتى الفترة السابقة اه كانت متعرقلة. اكو عندك احتياج مادي كبير. ممكن اعمالك تكون متوقفة. او ممكن بسبب الاوضاع اللي احنا دانوا به. اشوف كان عندك فترة من الاحباط والتأخيرات واحتياج عاطفي. اكو احتياج مادي. فانت شنت ماديا ماديا اوضاعك المادية غير مستقرة بالفترة السابقة. الاسبوع الاول راح يبلش شوية الطاقة نفسها تستمر. ولكن اشوف يعني خلال اول 8 ايام من هذا الشهر اكو اما مساعدة من شخص. شخص راح يساعدك ماديا اذا شنت منتظر مبلغ من المال. فخلال اول 8 ايام من الشهر المبلغ راح يوصلك. واكو عندك بشارة. اكو عندك يعني شون تحرك على الصعيد المادي. وخروج من حالة الاحتياج اللي انت تشنت بها. ممكن انت بالفترة الحالية عندك احتياج مادي ونفس الوقت قاعد تحاول انه تحافظ على الاموال اللي يبيدك في سبيل تمشي امورك. ده اشوف اكو عندك اوضاع صعبة جدا. خاصة تشمل يعني الوضع المادي حاليا اشوف وضعك شوية صعب. بس لا تقلق لانه ده اشوف اكو مساعدة. اكو ايد راح تنمد لك. اكو ممكن مساعدة او خبر بشارة اذا كانت منتظر عن عمل او شي ممكن العمل يبدأ يتحرك همينة اذا كان عملك متوقف حاليا. فاكو بشارة على الصعيد المادية اشوف الامور راح تبلش تتحرك ان شاء الله من بداية الاسبوع الثاني. اه راح تبلش امورك المادية تتحسن اكثر واكثر لان عندك خروج من ازمة مادية شنت مار بها سابقا ومسببت لك احباط. على الصعيد الصحي اشوف انه عندك اهتمامات صحية ولكن اه ما اشوفها البرجثار نفسه ممكن يكون الشخص من عائلة برجثار ممكن يكون ابن اذا شنت انت متزوج ممكن يكون طفل عندك او ممكن الوالد او الوالدة الله يحفظهم لكم. المهم ده اشوف اكو وضع صحي او اكو قلق شوية مترد انت عندك خوف وقلق على شخص اه وضع صحي ممكن تعبان بالفترة الحالية عندك مراجعة ويا للطبيب الفترة الجاية راح تروح اكو زيارة لطبيب بس ما اشوف ها البرجثار نفسه اشوفها الشخص من عائلته وطبعا زيارة راح تكون مطمئنة فالمخاوف اللي عندك حاول تقلل من عندها لانه اشوف هذا الشخص راح يتحسن اذا كان هو مريضه حتى اذا زرت الطبيب انت وهذا الشخص فماكو شي خوف يعني الامور هنانا رايح انه تتحسن اكو شفاء اما بالنسبة للأوضاع العائلية اشوف من بعد فترة كانت عندك خلافات وجدل بالبيت ومشاكل او هوس او كانت حتى تجرح بالكلام ممكن بسبب الوضع المادي اللي موجود عندك او حتى بسبب الاوضاع اللي دين عيشها وبالنسبة للمتزوجين حتى اذا كانت اكو اخر فترة تباعد اه بينك وبين يعني شريك حياتك اقصد الناس المتزوجين هسا ملعاطفية اكو كانت مشاكل ممكن المشاكل تكون مادية بسبب الوضع المادي لان دا اشوف هنا انا طلعت اللي ايضا ورقة المادة فالفترة الجاية الامور راح تستقر ماديا وايضا بالبيت اشوف حتى اللي كانت عندهم سابقا مشاكل او يعني ومشاكل نقول جدل اكو كلام جارح من الشريك قاعد داما يؤثر عليك بس الفترة الجاية الامور راح تبلش تستقر وتهدأ احسن راح يصير شوية كوركود بالبيت والامور راح تبلش تتحرك بس تتحرك الافضل اما بالنسبة الطاقتك العام محاليا على الصعيد العاطفي اشوف انو انت يا برج الثور خلال هاي الفترة عندك نوعا ما ملل البعض من عندكم طبعا هاي القراءة راح تشمل لي منفصلين صار لهم فترة لان هنا ايضا طلعت لي طاقة شخص من الماضي قاعد يحاول ان هو يرجع بحياتك مرة ثانية بس هو يعني حاليا واقف متردد قاعد يفكر ان هو يخطى هاي الخطوة وللا مثل ما قلت لكم بهاي الاوراق ايضا هنا طلعنا ان هو متخوف يرجع وانت ترفضه فبالنسبة هاي القراءة هتكون للمنفصلين اولا هذا شخص رايد ان هو يجي ويصلح الامور وياك يخلي الامور تستقر بينكم دا يتذكرك هواية انت هم دا تتذكر هواية هذا الشخص ولكن اللي قاعد اشوف انه هذا شخص يعني الانفصال اللي صار بينكم كان انفصال مؤلم هذا شخص علقك فترة طويلة كنت ما تعرف انت يعني العلاقة من راح توصل بيناتكم انت حاولت سابقا هواية انه انه انت تسيطر على الوضع تسيطر على نفسك تسيطر على مشاعرك او حتى انه تمشي العلاقة بصورة صحوية هذا الشخص او تحاول مثل ما نقول انه تخلي الامور تعدي يعني يقول تفوت 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 في سبيل العلاقة ما تخرب رغم انه هذا الشخص كان مؤذيك هواية كان بخليك دائما بحالة دفاع النفس دائما تحاول تدافع عن نفسك تحاول تدافع عن مشاعرك عن اهتمام او حتى عن العلاقة يعني كان بخليك بوضع دائما ووضع المحاربة والدفاع عن النفس علاقة جدا متعبة انت مريت بها علاقة سببت لك يعني هنا عشر سيوف بظهرك يعني هاي سوت الالام كلها بك هذا الشخص بعلاقته اوياك ممكن يكون خانك ممكن يكون يعني كان تعامل اوياك موزين ممكن ان كان حتى يجرحك بالكلام يقل من قيمتك يحاول دائما انه هو يحبطك علاقتك بهذا الشخص علاقة جدا متعبة لان اساسا هنانا طاقة العلاقة بينكم انت عندك طاقة بس مقلوبة وعندك طاقة التعب هذا الشخص كان جدا جدا متعب والعلاقة هاي متعبة لك فاشوف انه انت حاليا عندك طاقة ملل انت البعض من عندكم عنده احساس انه التعب اللي تعبه بهاي العلاقة الاشياء اللي يتحملها التضحيات اللي هو ضحاها كلها ما جابت نتيجة وما جابت لمقابل ما جابت لغير التعب رغم انه هو ضحه هوايا بالعلاقة وهو يحاول انه يخلي العلاقهات تستمر او تمشي او حتى انه يخلي الشريك يعني يتغير نقول بس انت وصلت المرحلة انه انت مليت وهذا الشخص علاقك فترة طويلة البعض منكم ممكن شنت انت تطلب من هذا الشخص انه هو يرسم العلاقة صار لك فترة كلش طويلة بس هو يماطل يماطل بالموضوع يماطل يماطل الحد ما انت وصلت مرحلة انه اكتفيت وتخليت عن الوضع رغم انه انت عندك تعلق حاليا بهذا الشخص هذا الشخص اشوف الطاقة ماته طاقة عدم نضوج عاطفي ممكن يكون هذا الشخص يعني اجقد ما هو بغض النظر عن العمر اذا ما كان بينكم فرق بالعمر بعض منكم هذا الشخص اكو فرق بينك وبينه بالعمر رغم انه هو ممكن اكبر منك بس هو طفل هو طاقة طاقة طفل يعني عدة تصرفات ما المراهقين وهذا اكثر شي كان امتعبك بالعلاقة ويا انه هو تحس انه هو مقد المسئولية تحس انه هو يعني بعد مشاعره مناضجة كل يوم براي كل يوم يحكو اياك شكل يوم يحبك يوم يقولك كاني تعبت منك كاني ماريدك يوم يمضحك يوم يضمك يعني انت يعني بعض من عندكم هاي العلاقة كانت اون اوف فترة طويلة وهذا الشخص احس انه هو تصرف تصرف طفولي تصرف مراهقين ممكن يكون انه هو قفز قفزة خارج العلاقة اللي بينكم يعني دخل طرف ثالث بحياته وانت وقصلك هذا الخبر من وصلك هذا الخبر انت احس تجتني يعني انه تقول الان هذا التعب الي متحمله كله فوق هذا كله هذا الشخص يروح يعيش نزوه او حتى يعني شون يخوني فلي هنا وكافي اخذت قرار انه انت تقطع علاقتك بهذا الشخص تماما وتنفصل عنه وحاليا انت ما عندك ثقة بهذا الشخص هذا الشخص رغم انه هو ممكن يكون حاول يرجع يحكو اياك او هو الفترة الجاية هو مية بالمية راح يحاول يتواصل وياك بعد ما طلع الطرف الثالث اللي كان بينكم او حتى اللي دخل بينكم هذا الطرف و يريد يرجع لك مرة ثانية انت وهذا الشخص رغم انه انتو منفصلين انفصلتوا انتو هسا حاليا ما اشوفكم البعض منكم ما منفصل صار لفترة طويلة يعني بس اكو شي بينك وبين هذا الشخص بعد ما منتهي اكو درس هذا الشخص لازم يتعلمه منك يلا العلاقة اللي بينكم تنتهي انتو الحد الان الصفحة اللي بيناتكم من غلقت بشكل تام لان انت قاعد تتواصل وياه روحيا هو قاعد يتواصل وياك روحيا فانتو بعدكم الحد الان دا تتذكرون ذكريات الحلوة اللي كانت بينكم رغم انه انتو التواصل بينكم مقطوع وعايشين على المراقبة حاليا هو خايف انه يتقرب ويتواصل رغم انه هو ديفكر ويتواصل وراح يتواصل خلال اسبوع راح يرجع يتواصل وياك هذا الشخص مرة ثانية ولكن انت قاعد اشوف انه انت ما تصدق بهذا الشخص حاليا ماك وتحس انه هو مو صادق وتحس انه هو طفل قتلى كتدة تحس انه التصرفاته مناضجة فلها سبب انت ما تريد انت فرصة انت تخليت عن هاي العلاقة من فترة انت تخليت عن هاي العلاقة رغم انه انت ممكن ما زال اكو تعلق بهذا الشخص عندك ولكن تخليت عنها هذا الشخص قاعد اشوفه حاليا هو راح يتواصل خلال اسبوع واحد رغم انه انت قاطع عليه التواصل وما اخذ قرار نهائي بس هذا الشخص كان منتظر صار لفترة الامور تهدئ او حتى منتظر متأمل انه انت راح تنسى الموضوع اللي صار وطلع الطرف الثالث اللي كان موجود ببيناتكم وحاليا بلش يخطط انه هو يرجع مرة ثانية يدخل بحياتك هذا الشخص انت راح يكون اكو بينك و بينك كلام واكل بعض من عدكم راح يكون صلح بس بتدخل الناس اللي راح يدخل شخص ثالث بينكم ويحاول يصلح الوضع ممكن يكون شخص من العائلة او ممكن يكون صديق مشترك راح يحاول انه هو يدخل ويحل الامور طبعا هاي ايضا تشمل المطلقين مو فقط الناس اللي يعني مرتبطين ومنفصلين لا اشوف اكو شخص راح يحاول انه يدخل ويصلح العلاقة ببيناتكم وراح يصير بينك وبين هذا الشخص مواجهه وكلامه حيصير عندك وضوح بهواية امور من بعد ما راح يصير كلام ببيناتكم راح يصير عندك وضوح بسبب ظروف هذا الشخص السيناريو ثاني طالع قدامي لبعض من عندكم العلاقة هاية كان بيها الطرف الثالث مو خيانه وانما شخص من العائلة من عائلة الشريك كان رافض العلاقة اللي بينكم او حتى ممكن رافض موضوع الزواج معارض وهذا الشي هو اللي خلاك تدعب هاي الفترة كلها لانه ده تحس انه الشريك امره مو بيده وده تحس انه هو ضعيف مو قوي ويقدر ياخذ القرار فالفترة الجاية قاعد اشوف انه هذا الشخص اللي كان معارض من العائلة بالنسبة للناس اللي انطبق عليهم السيناريو اللي اهلهم ومعارضين كانوا العلاقة اللي بينهم اشوف اكو وضوح راح يصير بخصوص هذا الموضوع وراح تصير اكو موافقة او قبول خلال شهر واحد الامور راح تبلش تتحسن وحتكون اوضح اليك فبصورة عامة يا برج الثورت كانت هاي توقعاتك العاطفية حاول انه تفكر بهدوء خلال هاي الفترة حاول انه تسمع هذا الشخص حتى اذا ما رجعت له لان هذا الشي راجع اليك طبعا انت ادرا هو شنو اللي يسوا او يسامح او لا بس انت حاول انه تسمع هذا الشخص لانه انتو اكو شي بينكم ما منتهي بعده حتى هذا الدرس اللي انت لازم تنطيه لهذا الشخص او ممكن حتى اللي انت تتعلمه لان قراءة ايضا عكسية حتى واطلعت بطاقة الشريك اكو شي بينكم ما منتهي اكو درس انتو اللي اثنين لازم تتعلموه من هاي العلاقة او ممكن انت تعلمه لهذا الشخص انتو لقائكم مصدفة فلازم تكون اكو مواجهة بيناتكم اخيرة واحكي بيها اللي بقلبك ممكن ما انت معاند و بس تراقب و ما تقدر تحكي اللي تريده احكي اللي بقلبك خليك صريح بيه هذا الشخص خليه صر عندك وضوح اكو امور انت لحد الان بعدك مواضحة ببالك يعني ما متأكد منها ما عارفها فاسمع من هذا الشخص مش رد ترجع له طبعا هذا الشي راجع لك بس انا اشوف انو انت تعبت هواية بهاي العلاقة فحاول انو تسمع هذا الشخص بس اسمعه ولك يبقى القرار انت سواء ردت ترجع او لا بالنسبة للعزاب اشوف اكو شخص راح يدخل بحياتكم والفترة الجاي رغم انو انتو عدكم محباطة هذا شخص اشوف احد شوي اكم سابقا ولكن انتو رافضينه هذا شخص مرفوض سابقا هو مراقبكم ع التواصل الاجتماعي هاي بالنسبة للناس اللي هما مو بعلاقة ومنفصلين صار لهم فترة وماكو رجوع يعني بينهم يصير فاشوف اكو شخص هو منتظر اشاره حاليا حتى يجي يدخل بحياتك يعبر لك عن مشاعره قلت لك هو متردد خلال اسبوع واحد هذا الشخص راح يدخل اليك يحتشو اياك يعبر لك عن مشاعره ممكن بطريقة غير مباشرة ممكن يفوت كي يسلم او المر او شي ولكن هو جدا معجب بيك وصار لفترة طويلة هو منتظر ومراقب يريد يدخل يحشو اياك بس عنده مخاوف راح يدخل هذا الشخص يحشوك وراح يعبر لك عن مشاعره رغم انه انا اشوف انه انت بداية راح ترفض هذا الشي بس عندك يعني بعد فترة معينة راح تتقبل مشاعر هذا الشخص وراح تتكون ببيناتكم علاقة والعلاقة راح تكون صادقة خلي اقول لكم الابراج قبل ما انهي التوقعات طلع لكم برج الحوت برج الدلو برج الحوت مرة ثانية برج الحوت مرتين برج العقرب وعدنا برج الثور وهنا برج الاسد برج الثور هم طالع سواء طاقتك او طاقة الشريك وبعد ها هي هاي الابراج اللي كانت موجودة الطاقات اللي موجودة هي طاقات ترابية وطاقات مائية ونارية الهوائية قليلة جدا يعني بس طاقة برج الدلو كانت موجودة فهاي الطاقات قلت لكم عليها قلت لكم التوقعات واتمنى لكم التوفيق وان شاء الله شهر ستة يكون شهر حلو عليكم تتصلح بي كل اوضاعكم وكل اموركم اشوفكم ان شاء الله في فيديو ثاني وتركوا لي اراءكم بخانة التعليقات شنو رأيكم بالفيديو التقيكم بالفيديو النصف الثاني من شهر ستة ان شاء الله مع السلامة